اشتركوا في القناة ويساهم بدرجة كبيرة في اضعاف لدور النائب على المستوى الجهوي في علاقة بالتنمية الجهوية خاصة بعد ما يتم انتخاب المجالس الجهوية لكن ما ينفيش انه لابد ان تكون هناك علاقة بين عضو مجلس نواب الشعب والمجالس البلدية الموجودة في ولايته كما ولاية جابس اليوم في عدد كبير جدا من البلديات فيها خاصة البلديات المستحدة معنتها وجديدة في السنوات الاخيرة اللي امكانياتها مازالت محدودة عضو مجلس نواب الشعب لابد ان يمارس دوره اولا على مستوى التواصل مع المجالس البلدية مع رؤساء البلديات يشوف شنية حاجاتهم اذا كان هناك امور معطلة في جهة من الجهات وخاصة على المستوى المركزي هنا الدور الرئيسي لعضو مجلس نواب الشعب لحل حالة هذه الاشكاليات عضو مجلس نواب الشعب ايضا ينجي مالعب دور على المستوى العلاقته بالمجالس البلدية من خلال دوره اليوم في النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي عضو مجلس نواب الشعب ايضا من خلال دوره الرقابي اذا كان هناك اشكالية تتعلق بالنظافة تتعلق بالبيئة تتعلق بأي برنامج بلدي موجود عنده دور رقابي في علاقة بالحكومة ينجي بيسأل اي وزير اي عضو حكومة حول موضوع يتعلق بالشأن البلدي في منطقة من المناطق الراجعة لولايته بالنظر وبتالي الادوار متعددة رغم ان المجلة معطاتش لنواب الشعب دور محوري في علاقة بالبلديات شكرا لك